السلام عليكم ورحمة الناس لهم يشاهدون فينا داخل وطن وخارج الوطن ناس لهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبر الدزير اليوم الحصة تعناه نتكلم عن القرعة المتوازنة للمنتخب المغربي الممثل الواحد يعني الممثل الواحد العرب يعني في كأس العالم للنشئين الممثل الواحد هو الممثل يعني الممثل الممثل كعالعرب كعكما تقول هذا هو الممثل الوحيد ونتمنى له إن شاء الله يعني أنا واحد من الناس سوف أن ناصر هذا المنتخب في نوفم بيبدأ إن شاء الله بربي سوف يناصر هذا المنتخب ونتمنى له يذهب إلى أبعد نقطة خاصة وأن هناك مجموعة متوازنة يعني لا يوجد مجموعة نقوله نحن كما تعصين يقول لمجموعة الموت مجموعة نارية لكن السينيغالية عندهم منتخب فانكم ليح وإن أصفرت قرعة البطولة كعس العالم للنسيئين تحت 17 عام عن وقوع المنتخب المغرب ممثل العرب الوحيد ضمن المجموعة يعني متوازنة فانما جاءت يعني بينما جاءت المجموعة المجموعة الأخرى في مصلحة المنتخبات الكبيرة وقيمة القرعة القرعة يوم الجمعة بمقر الإتعاد الدولي لكوات القدر الفيفا بمدينة زوريخ السويسرية على أن تحتضن أندونيسيا بطولة في فترة من 10 نوفمب إلى الثاني ديسمبر يعني من العشرة مدس أحتل الدول يعني بعدما كانت مقررة سابقة في دولة البيرو وإن البيرو اللي يقولوا بالليل تعال أندونيسيا جلعوا لها تعال شو كي تكون قاوي أندونيسيا رفضت كأس العالم تعال إيبان رفضتهم طوها الأرجنطين وجابتها الإيديسال عندها عليها ووقع المنتخب المغربي في مجموعة أولى والتي تبدو في المتناول رفقة المنتخب أندونيسيا والإكوادور وباناما بينما عرفت المجموعة الخامسة أخرى يعني الخمسة أخرى تباين في المستوى على غيران المنتخب البرازيلي حامل لقب الذي وضعته القرعة في مجموعة ثالثة رفقة المنتخب إيران كاليدونيا الجديدة والإنجليز وتأهل المنتخب المغربي للمشاركة في هذا الحدث العالمي بعدما نجح في بلوغ نهائي بطولة كأس أمم إفريقية يعني بعدما فاز على نيجيريا فاز على الجزائر فاز على المالي يعني ونهازم يعني في اللحظات الآخرة أمام السينيغال يعني بعدما نجح في بلوغ نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا للنشئين والتي أقيمت في الجزائر هذا العام حيث خسر اللقب أمام منتخب السينيغال بينما تغيبت المنتخبات العربية الأخرى من إفريقيا وآسيا عن هذا الموعد بعد فشلها في التأهد ويستعيد أشبال أطلس لبطولة كأس العالم منذ تأكد تأهلهم تحت قيادة المدرب سعيد شيبا حيث لعب المنتخب خمس مباريات ودية تحضيرية خلال شهر الجري أم منتخبات كبيرة هي إسبانيا الإنجليز والفورتيغال إضافة إلى مواجهة المنتخب أس باكستان على المرتين المجموعة كأس العالم للنشئين أندونيسيا في 2023 المجموعة الأولى أندونيسيا إكوادور فانما المغرب المجموعة الثانية إسبانيا كاندا المالي أسباكستان المجموعة الثانية البرازيل إيران كاليدونية الجديدة والإنجليز المجموعة الرابعة اليابان بولندا الارجنطين سينيغال مجموعة مجموعة صعبة بزرعة السينيغال اليابان بولندا العجن كالسينيغال مهما يوجد قضية السينيغال كمنتخب يعني ما شاء الله المجموعة الخامسة فارنسة فوركينا فاسو كوريا الجنوبية الولايات المتحدة المجموعة السادسة المكسيك ألمانيا فنزوليا نيوزرندا تاوعنا الأفريك تاوعنا طاحو موكلا فاسو فرنسا كوريا الجنوبية الولايات المتحدة السينيغال ما شي سهل ما شي سهل ما شي سهل ما شي سهل هذه هي وين المجموعة يعني وين المجموعة وين هي المجموعة الصعبة وين المجموعة صعبة صعبة مليح 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 صعبة التكهون فيها هي تاوعي السينيغال وفنك بوركينا فاسو وعندك فنك البرازيل انجليز المغرب مليح يفوت دوزيان تول شاء الله هذه هي هذه نتمنى ان شاء الله هذه هذين نشوفها بل المغرب تروح دوزيان تول خاتش على المجموعة على الورق على الورق نقول باللي في صالحنا هذه هي يا أخي نشوف باللي في صالحنا ناري يا أخي يا أخي دمشي سهل سهل يا أخي على ذلك نشوف على بك نشوف سهل يا أخي سهل لا نشوف سهل مخفيف 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 يا أخي أصبح المنطقة متقرية في تدرسي المنطقة بالPanama المتناول ويأتي المنطقة أكثر تتويج على تدرسي أصبح خمس ألقاب وغياب من الخارج ويأتي المنطقة المغرب ويأتي المنطقة المنطقة المغرب خلينا احنا يا ما كناش اسقال احنا يا احنا غيوصلنا هكا غيوصلنا يعني ويعد المنتخب نيجيريا اكثر تتويج باللقب براسي خمس القاب ويغيب عن النسخة الحالية فيما يعد منتخب رازيلي ثاني اكثر منتخبات تتويج باللقب اخرها نسخة اخيرة 2019 ويغيب منتخب مصر عن البورطولة بعدما لم يتأهل الى امم افريقيا للنشئين وشاركة نسختين 1987 في كندا والتي استزفتها مصر ووصل خلالها المنتخب للربع النهائي هذه احنا ماشي سهلة ماشي سهلة سعيدة شوية آه سعيدة آه الله سعيدة آه ان شاء الله بربي هي اول مباراة تكون لكم امام باناما يعني نفوزوا بها ان شاء الله بربي ونفوتوا دوزيان ترغية اول مباراة ان شاء الله تكون مفتاح عندك دو بارتي كنت رعب نلعبوه معه مع باناما ونزيدو معه نفوتوا 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 نورمان هذه هي نفوتوا عادي اكوادور باناما مع الكريات اندونسيا تكون كل شبان تربح دو مارت باناما اكوادور اندونسيا تكون كل شبان هذه هي بالتوفيق ان شاء الله بالتوفيق هذه كل شئ يجي من التوفيق من عند الله لا تنسوا شاء الله اشتركوا في كومنتر وشتركوا في الفيديو ان شاء الله دائما معكم بجديد ونمشي ابوني ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله